تعالوا نشوف كلام عمر أديب عن الحملة اللي كانت ضد بيومي فؤاد قال إيه نتابع انت القوة النعمة يا جماعة دي بلد فيها فوق الاثنين مليون مصري بس يعني غير المشاهد السعودي في اثنين مليون مصري الناس دول بيروحوا لهم أكتر من اثنين مليون مصري معزز مكرم بيتعامل كويس بقي حياته جميلة قاعد هو وعياله ثم وهذا أمر مقلق جدا وانا هاتوا عارفين خلاص موضوع بالهاشتاج والشتيمة ومشاولة بيخش في زمتي ابنكلة اعمل اللي انت عايزه أنا هو أنا أنا هو أنا تحول الأمر فجأة من موضوع موسم الرياض وبيومي فؤاد إلى خناقة مصرية سعودية ليه طب ايه مكانها من الاعراب اليومين دول الناس عملوا لكوا ايه ايه الشيء السيء اللي عملته السعودية وهذا الأمر لماذا يحدث فقط مع موسم الرياض قولوني بس حد يفهمني الفنان المصري يذهب إلى كل مكان في العالم احنا كان عندنا وجز موجود فين كان في امريكا تقريبا كان عامل حفلة وهو في كل مكان في العالم انما سبنا الدنيا وسبنا الاخرى ووقفنا مع بيومي فؤادي يا كذا يا كذا وإيه اللغة اللي انتو بتستخدموها دي إيه الألفاظ دي وهو عملية عشان دا على رأيي فريدي الديب مع معتاز الدمرداش انت مسألتني امال سبنا جاوب بقى عمر سبنا جاوب انت مسألت ليه يا جماعة ده بيحصل مع السعودية ليه ده بيحصل مع موسم الرياض عشان الاستاذ طال عمره تركي الشيخ عمر لانه في اكثر من مرة اهان الشعب المصري وتكلم عنهم بطريقة مش محترمة عمر عشان انت عمر ما بقيتش تدافع عن ولاد بلدك وانت واحد من اهم المزيعين في العالم العربي لكن للأسف انت تحولت لصناع سعودي عشان انت عمر اخترت ان يوم ما تركي الشيخ كتب البوست بتاعه يهزق محمد سلام والمصريين اللي دعموه انت طلعت الطب اللي تركي وخفت على اكل عيشك عمر فما تطلعش تكلمني وانت محروق ومصدوم ومستغرب وليه السعودية عملت لكو ايه عملت لنا انها صدرت لنا شوال رز الحقيقة يا عمر انه متعجرف جدا ومتكبر جدا وبيوهين المصريين في اكثر من مناسبة والحقيقة يا استاذ عمر يعني احنا من نشغل كرامتنا معلش والله انا اسف لو انت بعت كرامتك بشوية ريالات هما مش شوية هما كتير وقبلت على نفسك انك صناعة سعودية والشغل عشان الفلوس مش عيب وانا متفق معك في ده مليون في المية بس بيبقى عند البني ادم الكرامة عمر لو انت سبت كرامتك على الباب وقت ما دخلت تقعد وتركي يديك بالقفة وقلت ايش طي عمي اشتغل مع الصناعة السعودية ونكسب ارشين والكام سنة الجاية بتاعتهم ما تطلعش تنظر علينا ولا على المصريين ولا تعلي صوتك اللي زيك عمر اللي باع كرامته سبها على الباب او سبها تحت جزم التركي ودخل قاع الجنب وخد بالقفة منه وارتضى ان يتقلوا على الهوى انت صناعة سعودية فيوطي راسه ويقول اه ان انا صناعة سعودية رايح تشتغل عشان اكل العيش ربنا يوفقك ويزيدك ما قلتلكش حاجة بس اللي زيك وفي وضعك وفي حالتك ما يطلعش يعلم الناس الادب ما يطلعش يشخط في الناس ما يطلعش يعلي صوته ما يطلعش يقول له انتوا فهمني اه انت مش عارف ايه بعد ان انت رديت على نفسك في الفيديو يا عمر بتقولك السعودية فيها 2 مليون مصري اما ده انا بقوله لك فيه بقى غيري 2 مليون مصري اللي في السعودية دول يا عمر 100 مليون في مصر الميت مليون دول اه هما القوة النعمة هما الكتلة الحرجة هما الكوروديونس بتاع اي منتج بيتعمل في الشرق الاوسط تركيا الفيديو يخسر دول يا عمر وبالتالي السعودية بتخسر دول يا عمر وبالتالي انت بتخسر دول يا عمر حاول تفهم والله بكل بساطة مع كامل الاحترام لحضرتك ولتاريخك ولأسلوبك ولجمهورك ولمشاهداتك ولملايينك ولانك جزء من الصناعة السعودي يعني انا لا اصدي ان انا بتعدى عليك ولا بهينك والله مع كامل الاحترام والتقدير طالما انت الهاشتاجات ما بقتش تفرق معك وكانت بتفرق قبل كده طالما انت وصلت المرحلة من الصلف والعجرفة وان انت تلبست توب تركي الشيخ اللي هو مش فرق معا اي حاجة غلام اعطيه ابغي هذا الولد اشتريه طالما انت مش فرق معاك وبدأت تتكلم بنبرة تركي الشيخ مع اولاد بلدك لاصل اللي عمل الحملة على بيومي هم الشعب المصري عمر مش الاخوان المسلمين ولا قناة مكملين ولا اصامة جويش اللي عمل الحملة على بيومي وعلى تركي وعلى موسم الرياض هم الشعب المصري فلو انت طالع تعلم المصريين الادب بلسان تركي فلا انت اخد تركي وانت عارف تروحه فين يا عمر بس عشان الطريقة بتاعت انك طالع تشخط في الناس وطالع تعلم الناس الادب والكرامة وانت اصلا انسان بعت كرامتك وروح ترتضيت تبقى لمؤاخذة ماشي ورا تركي او معرفش ماشي فين معاه يعني كان من سنتين من اربعة من خمسة ممكن نقبل عمر قديب بتتكلم معنا بالشكل ده ممكن يعني انما دلوقتي انت اخر واحد يا ابني تتكلم على الكلام ده ابني انت يعني سنك قرب سن نابوية ما صحش يعني انت اخر واحد تتكلم على الكلام ده فعلا والله انت اخر حد عمر قديب هو اخر حد دلوقتي يعلم الناس الادب وينظر عليهم ويشخط فيهم ويكلمهم يعملوا ايه ما يعملوش ايه انت تطلع تقول اللي تركي يقوله لك وانت ساكت نقطة ما تجوتش ما تجوتش تطلع تقول اللي كاتبه لك وانت ساكت يكتب لك التويتر تنزلها زي ما هي على الحساب بتاعك وانت ساكت انما اللي زيك ما يعلمش المصريين الادب اللي زيك ما طلعش يشخط في المصريين هي الدنيا جرى فيها ايه يا جماعة يعني ما يصح ده انت طلع كأن تركي يا الشيخ اللي قاعد في الستوديو بنفس البجاحة ونفس العجرفة ونفس إلة القيمة مش عايزة أقول إلة الأدب يعني بس مش معقول يا جماعة مش معقول الشعب المصري أكبر من كده المصريين أشرف من كده وأطهر من كده وعندهم كرامة أكتر من كده انه يقعد يطلع واحد زيك عمري يعلمنا الأدب عشان تركي يا الشيخ اللي اطلع يا ابني دافع عن السعودية دافع عن السعودية براحتك كل عيش براحتك حافظ على أكل عيشك ومصدر رزقك براحتك حقك أي إنسان بيسعى لأكل العيش وأنه يرتقي في مكانه مش مختلف في أي حاجة في دي انك تشتغل عشان الفلوس الناس كلها بتشتغل عشان الفلوس طبيعي إنما هتجود لا الحياة ده الأمر اللي مش مقبول